دكتور سمير هو قال أيضا في مسألة بأنه والرسائل ليست جديدة وأن الأمر معتد ولكن الجديد اليوم أننا نتحدث عن المنورات الأكبر منذ تأسيس حلف الناتو مسألة إظهار ما يمتلك الناتو من قدرات كبيرة على تحقيق الانتشار الجيغرافي بشكل واسع وسريع جعل روسيا والصين ربما أيضا تدركان أن مفهوم النزاع بات موضع بحث ومفهوم الدفاع أيضا هل مفهوم دفاع الناتو يمكن أن يكون استبقيا في أي وقت أو بمعنى آخر إذا كان هناك مخاطر محيطة بأمن هذه الدول هل يمكن أن يتحول المفهوم من مبدأ أو عقيدة الدفاع إلى الهجوم بذريعة الدفاع أيضا؟ أولا أتشرف بك وبقناتكم لا شك أن النقاش هذا مهم جدا في اعتقادي أن عمليا الناتو في هذه الظروف يجرب أنماط جديدة ومستويات أعلى من التنسيق على مستوى إدارة المعركة وعلى المستوى تبادل المعلومات بين الدول الأطلسي وأيضا بين الدول الجديدة بما فيها السويد التي تنخرط الآن في عملية تشكيل الدرع الدفاعي لحلف الأطلسي هذا مفهوم تماما وفي اعتقادي بأن هذه المناورات تحمل ليس فقط رسائل وإنما تحمل مستوى معين من الردع ولذلك في اعتقادي بأن روسيا أيضا تحاول أن تؤسس لردع مقابل في هذا المجال في مناورات كهذه يجري أيضا سبر الإمكانيات المضادة بمعنى أن روسيا حتما ستكون بمراقبة شديدة وستكون هناك دوريات للطيران الروسي قريبا من مناطق المناورات دون الدخول في مناطق المناورات ولكن عمليا بحر البلطي قد أصبح بحرا أطلسيا بعد انضمام فينلندا وبعد عمليا الانضمام العاملي للسويد في العديد من البرامج الدفاعية بما فيها قضية الردارات وقضايا الإصال وبالتالي نعم ولكن ماذا عن الخطوات الاستباقية دكتور سامير هل يمكن أن نشهد خطوات استباقية بذريعة الدفاع عن النفس من قبل الناتو لا أتصور سيقدم الناتو على ذلك وهو يتجنب إلى أبعث الحدود الدخول في حرب مباشرة وإلا كان تصرف في أوكرانيا بطريقة أخرى هو فقط يرسل خطوط وهناك خشية لدى بعض قادة الناتو أما وأن الأمور قد تسير مسارا صعبا بالنسبة لروسيا في مناطق معينة من أوكرانيا فقد يحاول أن يجد صغرات أخرى على الجبهات ترجمة نانسي قنقر